أسعد الله مساءكم مشاهدين الكرام في كل مكان واسعدنا أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم A2Z حيث المواضيع المتنوعة المتعلقة بالأنشطة الرياضية المختلفة أسواء على المستوى المحلي أو العالمي فأهلا وسهلا بكم معنا وأتمنى إن شاء الله أنكم تقضون وقت ممتع من خلال هذه الحلقة وأكيد رحب بزميلي طلال الصراف مساء الخير طلال مساء وارع عليك زميلي العزيز خالد لأتيبي وبالتأكيد على كل ما ننضم لنا لمتابعة هذه الحلقة من برنامج A2Z حيث العديد من الفقرات المهمة التي سنتحدث عنها وبعض الرياضات أيضا لنحاول كثيرا ما نقدر أن نسلط الضوء عليها واللجنة النسائية واللعبات التي تختص بالأنصر النسائي وكذلك فقرة ما بعد النشر وعندنا جولة ثقيلة نوعا ما هالأسبوع ومباراة مرتقبة وقمة مرتقبة بالتأكيد وفقرة أكسترا تايم أكيد يعني في فقرة مثل ما ذكرت أنت ما بعد النشر فقرة ثقيلة وحديث رح يكون فني بحث عن طبعا مباريات الجولة المقبلة وهي جولة مهمة وحاسمة مباريات قوية ومباريات فيها منافسة مباشرة ما بين الفرق فرق تسعى إلى الصدارة فرق تسعى إلى الهروب من القاع وتفادي الهبوط إلى دور الدرجة الأولى يعني جولة ملتهبة خمس مباريات رح تكون أكيد شرسة ما بين الفرق بالتأكيد نتمنى كل التوفيق بالتأكيد لجميع الفرق في هذه الجولة وقبل نروح لفقرة ما بعد النشر خلنا نبدأ بفقرة سبوت ويعني الرياضة النسائية بالتأكيد تتطلع اللجنة النسائية بالاتحاد الكويتي للكراتي في تحقيق المزيد من الطموحات والإنجازات في لعبة الكراتي النسائية الكويتية والنهوض بها ووضع خطط وبرامج خاصة تتماشى مع الاستراتيجية الشاملة التي يتبعها اتحاد اللعبة ومشاهدينها خلنا نشوف هذا التقرير ومن ثم لنعوده للحديث أكثر عن هذا الموضوع تعمل اللجنة النسائية بالاتحاد الكويتي للكراتي منذ إنشائها على تطوير اللعبة في الأندية النسائية من خلال رسم البرامج والخطط التي تتضمن إقامة عدة بطولات من أجل الارتقاء بالمستوى الفني لدى اللاعبات وخلق فرصة حقيقية أمام الفتاة الكويتية لتقديم نفسها كرياضية قادرة على تحقيق الإنجازات ورفع علم البلاد في البطولات القرية والدولية وقطعت رياضة الكراتي النسائية الكويتية شوطا طويلا وخطوات ثابتة على طريق التطور الملحوظ في العديد من ميادين المنافسة اشتركوا في القناة 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 خططنا الاستراتيجية احنا محاطين خطط الخمس سنين اللي جدام وخطط سنوية حلو صح ان الكورونا في البداية يعني شوية عرقلت الرياضة لكن يعني هذا الشي ما وقفنا لأ في يعني لاعبين اشتهدوا ولعبوا يعني وتدربوا انلاين مع المدربين حلو فما توقفوا عشان يعني يعني اللياقة مالتهم وچلي صحيح نجازات ومداليات ونتائج مميزة شلون شفتي هذه النجازات واللي تحقق بطلات الكويت اليوم في الكاراتي شلون شايفت النجازات انتي بشكل عام مشاء الله عليهم يعني قبل الكارونا لأ يعني حققوا مداليات ذهبية وعلى مستوى العربي وعلى مستوى الخليجي حال وبعد كارونا شاركنا في تركيا لكن حصلوا يعني مثل ما تقول يعني تنافسية يعني ما حصلنا بس يقول ان شاء الله القادم ان شاء الله احسن واحنا ان شاء الله تركيزنا على الشباب الصغار الناشئين ان شاء الله تبدون يعني خنقول جيل جديد جيل جديد وهما يعني مستقبل الرياضة اكيد بشكل عام اليوم شنو الطريقة المثلة اليوم استاذ اسعاد انتي بحكم وجود اش خنقول في هذا الوسط او يعني حول هذه الالعاب بشكل عام اليوم شنو الخطط اللي ممكن او يعني الطريقة المثلة للتعامل مع اللاعبين خنقول او اللاعبة الكويتية وضحها الحالي بين الهواية والاحتراف الكلي ايه اش لو ممكن تنسق اللاعبة خنقول بين الاحتراف الكلي وبين الهواية وبين دوامات وبين الالتزامات خنقول صح الدنيوية بشكل عام هو لازم يكون عندنا ثقافة يعني على مستوى يعني التواصل الاجتماعي وعلى مستوى الوسائل الإعلام سواء كان المرئي والمسموع صح انثقف مجتمعنا بهذه الرياضة اي ان كانت يعني مشارط الكاراتي صح لها اهمية كبيرة في تهذيب النفس وفي زيادة التركيز صح خاصة يعني تعدهم دراستهم ويستقلون لوقت فراقهم يعني انا بالعكس اشجع يبينا يعني ثقافة على مستوى بالتأكيد ولكن نقعد نشوف احنا بالعكس في يعني الامور بدأت تتغير نوعا تتغير والعنصر النسائي بدأت تشارك تشارك صح بوضع مختلف خنقول عما كان في السابق اليوم في اعداد اكبر بكثير عما كان عليه في السابق في جميع الالعاب صح فهذا الشيء بالعكس يعني اكيد يعطيكم دافع بان انتو تستمرون في تطبيق هذه الخطط خنقول اكيد اكيد اليوم اهمية الاهتمام باللاعبات الناشئات في لعبة الكاراتي عشان يكونوا رافدا للمنتخبات الوطنية الحين توجهنا احنا كاتحاد الكاراتي حلو مو بس احنا اتحادات يعني جميع الاتحادات في الناشئة والاشبال حلو لانهما يعني مستقبل الرياضة لما تأسسهم منهم صغار يعني راح يتمون كذا سنة يعني تحسنا تطلع لاعب قوي بالتأكيد ونقدر ننافس فيه على مستوى المحلي والخارجي والخارجي فبالعكس هذا توجهنا ان شاء الله ونحن نسوي بطولات محلية هدفنا ان نكتشف هذه الهوايات حلو حلو فعندنا ان شاء الله 29 شهر يناير تمام عندنا بطولة محلية شاملة حلو لجميع الفئات العمرية ممتاز هدفنا فيها نكتشف الهوايات بالاخص الكويتية عشان نسوي منتخب حلو نقدر ان شاء الله من اي عمر خنقول راح تبرشون أنا ناشئين ثلاث سنة وفق هذا التركيز اكثر عليهم ممتاز ممتاز شنو ابرز اكيد في عقبات في بعض الامور اللي توقف بوينكم لكن ان شاء الله قدها يعني شنو العقابات التي تواجه لعبة الكارتين النسائية في الكويت أنا لا، اتكلم عن لعبة الكارتين النسائية في الكويتي يعني اليوم اكيد في عقبات غير العقبات التي احنا نعرفها لها يتواجه اللاعبين بشكل عام لكن اليوم العنصر النسائي أكيد رح يكون فيه عقبات خاصة شونه ممكن تكون هذه العقبات يعني إحنا ما قصروا اللجنة الأولمبية والهيئة بالعكس يعني قاعد يدعمونا ولكن إحنا نحتاج دعم أكثر نبي مكان يعني مخصص للفتيات يعني مثل ما تقول برايفت لهم في الأجهزة في كامل يعني كامل معداتها يعني أنا أحس أنه يعني يحتاجون يعني هالشيء أكثر ودعم مادي وللتحفيز يعني عشان نحفزهم لازم ندعمهم مادي ومزيد من البطولات داخل المحلية والخارجية عشان كثر الاحتكاك وهذا تحس أن يكتسب خبرة اللعب بالتأكيد خبرة ويصير أقوى باللعب تحدى نفسه مثل يشوف يعني نقاط ضعفة ويقويها صحيح خصوصا إذا إحنا نبي ننافس على مستوى خارجي لازم الأمور هذه تتوفر بالتأكيد لأن الدول الثانية ما شاء الله يعني كذلك مقبلين أهمة على يعني يعني العنصر النساء يكون فئة محترفة في جميع اللعبات فإحنا ودنا نحن نواكبهم عشان نوصل لهذه المستويات والنافس على المستوى المحلي وعلى المستوى خليجي والقاري يعني تاريخ الكويت يشهد له يعني من بداية تأسيس ليومك هذا يعني الحمد لله جميع الألعاب قاعد يحرزون مداليات وعندنا أبطال يعني نفتخر فيهم اليوم شنو مدى التعاون سادة سعاد بينكم وبين اللجنة الأولمبية الكويتية وكذلك الأندية النسائية بشكل عام إشلون اليوم يعني إشلون مدى التعاون وإشلون ممكن تتواصلون مع بعض لتحقيق هدف معين اللي أنتوا طبعا تصبون إليه خنقول في نهاية المطاف اللجنة الأولمبية اللي على رأسها الشيخ فهد صحيح والشيخ مبارك والأخت الأستاذة فاطمة حيات الأستاذة فاطمة حيات اللي يماسك اللجان النسائية في الاتحادات وبالعكس ما تقصر قاعد تدعمنا معنويا وفيه اجتماعات دورية تشوف يعني وين وصلنا لا بالعكس فيه اهتمام يعني منهم لا عملهم مشهود للتأكيد وإحنا يعني لمسنا هذا الشيء وإحنا إن شاء الله يعني نطمح للأكثر يعني نعم نعم اليوم إذا بنتكلم أستاذ سعاد أن المعسكرات الخارجية يعني بالنسبة اللاعبات لسق المواهبهم في اللعبة إيش كثر تأثر هذه المعسكرات وإيش كثر إيه مهمة لللاعبات يعني لممارسة هذه اللعبة وليخوض بعض البطولات خلق نقول إيه في الشهر يعني شهر تسعة شاركنا احنا في بطولة تركيا وكان معاها معسكر واستدعينا الاتحاد التركي وشفنا لاعباتهم لا والله يعني تحس أنهما يعني في مستويات كبيرة قوي يعني لا يستهان فيه بالأكس بناتنا تشجعوا يوم شافوا تشجعوا صح ففي الأكس هذا الشي يعني يزيدهم إصرار وتحدي وتحدي وتنافس صحيح بالأكس نتمنى يعني خلق حتى لو على المدى البعيد احنا ما عندنا مشكلة لكن على الأقل نبدي خلق في هذه الخطوة للوصول لهذه المستوى كل شيء يعني بداية خطوة وإن شاء الله نوصل إن شاء الله يا رب اليوم بصراحة هل البطولات المحلية التي تقام كافية للإثقاء بمستوى الفني لدى اللاعبات البطولات في الوقت الحالي أم أنت وتطمحون خلال السنة المقبلة بتغيير النهج خلال أو بتغيير مستوى البطولات من خلال إضافة بعض العوامل والله إحنا نتمنى يعني نحن نحن نسوينا للسنة اللي طافت الجائحة والظروف اللي إحنا مرينا فيها سوينا بطولتين وحسنا مكافية يبينا يعني أكثر عشان يعني اللاعبات كثير ما يحتكون وكثير ما هذا يزيد تنافسهم وزيد تحديهم وإحنا إن شاء الله يعني نطمح بالأكثر وهذا يعني هذا اللي يعطي دافع الاستمرار خنقول هي البطولات اللي تقام وطبعا المشاركات هي اللي تعطي دافع اللاعبات الاستمرار خنقول في اللعبة لها عدة فوائد يعني البطولات صحيح اليوم شلون تشوفين مستقبل لعبة الكارتين نسائية الكويتية في ظل النتائج المميزة اللي قاية يقدمونها اللاعبات والله أنا شوف فين دفاع بخصة من الأشبال والناشئين حقها اللعبة هذي بالعكس أنا شوفه في عندنا ترى مواهب لازم احنا ناخذ بيدها ونشجعها وندعمها عشان تبرز وطبعا هذا كله ينصب تحت اسم الكويت فبالعكس احنا ودنا يعني رح يكون بالتأكيد يعني خلال الفترة المقبل رح يكون في تعاون مع وزارة التربية واكتشاف المواهب خنقول من قبل المدارس والتنسيق مع المدارس خنقول في المحافظات التعليمية احنا في اتحاد الحين للتربية فأتوقع هذا يعني شي زين ولفتة زينة لهم نكتشف المواهب اللي أهم يعني شاسمه الصغيرة خنقول في العمر وبالعكس هذا شي زيني يكون تعاون بين الاتحادات وبين وزارة التربية شلون ممكن أنتوا اليوم إعلانكم خنقول أو اللي يحاب أن يلتحق في هذه اللعبة شلون ممكن يوصل لكم أنتوا كالجنة نسائية أو كلعبة كاراتي خنقول وهو أغلب شي عن طريق الإستجرام نعم وعن طريق وسائل التواصل للصفحة مالة الكاراتي نعم ويقدر يعني يتصال أو يعني يتقدم في في الوقت الحالي بإمكان اللاعبات في سن صغير أو الناشئين في تسجيل أي أحد عنده يعني الميول بالهكس نحن نشجع على هالشيء هذا نتمنى لكم بكل التوفيق كل الشيء كافلك سيدة السعادة طبعا التواجز نتمنى اليوم أثريتي لنا بالتأكيد ونتمنى إن شاء الله نشوفك في حلقات المقبلة الحديث أكثر حول هذا الموضوع إن شاء الله يعطيكم العافية الله يعافيك طبعا مشاهدين نكون هنا وصلنا لنهاية فقرة سبوت ولا فقرة ما بعد النشر والزميل خالد الاعتقل تشهد منافسة دوري أستيسي لكرة القدم مواجهات من العيار الثقيل في ختام القسم الأول سواء في مقدمة الترتيب أو حتى في صراع المراكز الأخيرة وفي مواجهة لا تقبل القسم على اثنين يسعى المتصدر نادي الكويت إلى المحافظة على صدارته عندما يواجه النادي العربي الذي ليس أمامه إلا الفوز للاستمرار في المنافسة على اللقب فوز الأخضر يجعله على بعد نقطتين من الكويت بينما يتوسع الفارق بينهما إلى ثماني نقاط في حال الخسارة وهذا ما يجعل المواجهة نارية من دون شيك وفي قمة أخرى يتطلع كاظما الذي يبحث عن الصدارة من جديد ونسيان سقوطه بالثلاثة أمام القاتسية إلى تحقيق نتيجة إيجابية عندما يواجه السلمية بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم الذي يقدم مستويات لافتة بينما يتأهب القاتسية على أن يكون أبرز المستفيدين من هذه الجولة بحثا عن فوز أمام النصر والاستفادة من المواجهات المباشرة بين فرق المقدمة وبعيدا عن صراع فرق المقدمة تبرز مواجهتي فرق القاع عندما يلعب الشباب أمام التضامن ويلتقي لفححيل واليرموك وهي مواجهات لتقل أهمية عن باقي المواجهات لكونها ترسم ملامح الفريقين المهددين بالهبوط إلى دور المظالم حياكم والله مشاهدين الكرام أكيد كل الشكر لزميلي طلال الصراف وفي فقرة ما بعد النشر وأكيد جولة ملتهبة هي الجولة التاسعة والأخيرة من القسم الأول من مباريات دوري STC للدرجة الممتازة لكرة القدم مواجهات من العيار الثقيل سواء في مقدمة الترتيب وأيضا في المراكز الأخيرة صراع أكيد للبقاء لكويت ضد العربي وأيضا كالمة السالمية منافسة للصدارة وغيرها من المواجهات القوية تشهدها هذه الجولة أيضا القادسية أمام النصر وأيضا القادسية يسعى للصدارة النصر يحتاج أيضا نقاط حتى يبتعد عن الفرق طبعا المراكز الأخيرة وأيضا هناك مواجهات ستكون أكيد قوية في طبعا الهروب وتفادي الهبوط سواء فريقي الشباب وأيضا التضامن والفحيحيل وليار موك راح نتحدث عن هذه وسنناقش هذه الجولة مع ضيوفي داخل الستيديو المدرب الوطني الكابتن محمد الذروح حياك الله أبو عبد الله الله يحييك يا أبو عظم أستعليك بخير وعلى زميننا المبدع والمشاهدين الكرام إن شاء الله تكون حقا جيدة وأيضا زميننا الصحفي ونقض بياضي راشد خلاف هياك الله أبو خلاف نحن سعيدين تواجدك أهلا فيك ولكابتن محمد والسادة المشاهدين أهلا وسهلا فيكم إن شاء الله نستمتع معاكم من خلال هذه الفقرة وأكيد يعني جولة ملتهبة بعد دلة ما في شك مباريات يعني فعلا منافسين مباشرين إذا تكلم عن جولة راح تكون عنوانها أكيد الإثارة هل يعني ممكن أن يكون لهذه الجولة تأثير على جدول الترتيب نحن نشوف الآن طبعا من خلال جدول الترتيب الكويت في الصدارة بـ 19 نقطة كويت كالما وطبعا السالمية وكالما بنفس الرصيد بفارق الأهداف لمصلحة السالمية بمعادة يعني حقيقة هذه الجولة أنا أقدر أسميها جولة لعبة الكراسي نعم فعلا يعني الآن تشوف من المركز الأول إلى السادس سيكون هناك تغيير في الكراسي والترتيب تجد أن الكويت صاحب المركز الأول سيلتغي مع نادي العربي صاحب المركز الخامس وأيضا صاحب المركز الثاني كابما سيلعب مع السالمية صاحب المركز الثالث السالمية الثالث بفارق الأهداف عن الثاني عن كابما كابما الثالث نفس النقاط أيضا العربي سيلتقي أيضا مع الكويت والنصر مع القادسية فأعتقد أن إمبارات يعني راح تكون الجولة فعلا فيها تنافس كبير لا ننسى أيضا حتى تحت اليارموك راح يلعب مع الفعيل وأيضا الشباب راح يلعب مع التضامن أيضا هناك منافسة من أجل البقاء في هذا فأعتقد أن جولة فعلا جولة مهمة ويعني أنا شوف أن هذا الدوري الحقيقة الدوري هذه السنة يعني يعتبر من أفضل دوريات يعني يختلف اختلاف كبير عن دوريات السابقة لكن واضح يمكن بما أننا ذكرنا سلم الترتيب واضح أن هناك في فرق جزئين أو قسمين أصباح الدوري خمس فرق كويت سالمية كادمة قادسية العربي قريبين للصدارة والمنافسة عليها النصر تضامن في حيل شباب يرموك متقاربين بالترتيب وأكيد راح يكون هناك منافسة على تفادي الهبو صحيح كابتن وهذا أيضا يجعل حتى مبارات أي فريق من الجزء اللي تحت مع اللي فوق أيضا ممكن تكون أيضا مهمة وأيضا ممكن يصير بعض التعثرات وصارت فعلا للفرق الكبار نحن نتكلم طبعا إذا أنا بنتكلم عن الأفضلية يعني يمكن الكويت هو المتصدر الآن نعم وهو يعني الكويت كان بالفترة الأخيرة هو يعني الفريق المنافس نحن تعودنا أن منافسة القاتسية والكويت حتى الفترات اللي نافس فيها السالمية العربي كسر القاعدة وأخذ يمكن هذا اللي أعطى التفرق يعني السنة الكلام دائما عن كاظمة أن يسوي مثل ما سوى العربي يعني هذا أعطى دافع أن في فريق كسر القاعدة هذه أنهم السنوات متتالية لكويت القاتسية لكويت القاتسية لكويت القاتسية الآن هذا أعطى دافع كبير صار فيه تنافس صار فيه يعني قمنا يعني مباريات شوي فيه يعني الآن نحن متحمسين للجولة الأخيرة طبعا هي الجولة الأخيرة من الغسم الأول و راح يتوقف بعدها الدوري يعني لها أهمية كبيرة أهمية كبيرة جدا أنك أنت تنهي الغسم الأول لأنه عندك فترة توقف كبيرة فيها إعادة ترتيب الأوراق فيها الاستعداد سواء للجزء مثل ما قلنا الخمسة اللي تحت أو الخمسة اللي فوق ولا تنسى أنه بعد الخمسة الفرق هي كلها مرشحة للفوز بالدوري صحيح العربي السالمية كابم الكل الكل الآن عنده أمل في أنه يتصدر و يحصل على حد وهذا يعطي دافع أيضا دافع لأن العربي مبارات اليائية مع الكويت نعم مهمة جدا لأن الفوز خلاص يدعي شيء رسمي في المنافسة الخسارة يمكن تبعد العربي شوية تخليه منطقة دافية بين الاثنين بس الفوز رح يشع المنافسة بشكل كبير أكيد يعني المنافسة مثل ما ذكرته خصوصا على الصدارة و لقب الدور هو ما يعطي الدوري حلاوة وتواجد أكثر من فريق للمنافسة نحن نتكلم الآن على خمس فرق الكويت والعربي باتشر الكويت هو في الصدارة 19 نقطة أبو عبد الله وأيضا العربي في المركز الخامس بـ 14 نقطة و يسعى الفوز حتى يكون قريب من الصدارة نتكلم عن هذه القمة وهذه المواجهة ما بين الكويت العربي يعني بمعادل لو تلاحظ معي و أخوي بخلف أن أي فوز هذه الأندية على الآخر يغير من ترتيبة هذا يش يدل عليه يدل على أنه فعلا هناك في تنافس شرس ما بين هذه الأندية الخمسة وبالتالي أي فوز فريق على الآخر رح يغير من ترتيب الدوري فأنا أعتقد أن هناك فعلا حلاوة للدوري نادي الكويت رح يلتغي مع نادي العربي رح تكون المبارات فعلا صعبة نادي الكويت يعتبر بطل و أيضا إدارة الفريق و رامس الإدارة حريصين دائما على التجديد شوف الآن نادي العربي و مشكلة نادي العربي نحن كلنا نعرف مشكلة نادي العربي يفتغل إلى المهاجم الهداف شوفنا الدالي يعني ما كان يعني يعني يسجل في مباريات اللي لعبها ثمان مباريات لكن نادي الكويت هناك يعني المهاجم و كان يسجل في مبارات حساسة مع القادسية في الكاس و أيضا يريد مهاجم آخر و يجدده مع لاعب تونسي فهنا حرص الإدارة على أنها تقدم الجديد دائما فهذا يعطي أفضلية دائما لنادي الكويت على نادي العربي يفترض الآن من الأخ عز عاشور و أعظام سل إدارة أن يعني 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 تعاقدهم مع لاعبين محترفين في مركز الهجوم و أيضا في مركز النص كلاعب صانع لعب الآن أنت في وسط المع لعب عندنا سلطان العنزي و عندنا الشمالي و كلهم يلعبون في وسط متأخر ما في لاعب صانع لعب و أيضا تحتاج إلى قلب دفاع فأعتقد الآن دية اللي ما ما راح تتجدد ما راح تتعاقد مع لاعبين ما أعتقد أنه يكون لها فرصة كبيرة في أنها توصل إلى الراحة النهائية زمينا راشد خلف الكويت يعني تصدر الجولة الماضية بعد خسارة كاظم أمام القادسية و فوز الكويت على الشباب كويت أصبح منفردا بالصدارة بـ 19 نقطة هل سيحافظ على هذه الصدارة؟ و شلون ترى حظوظ الكويت أمام العربي؟ هو طبعا الكويت يعني مثل ما حنا نشوفه فريق بطولاته سنوات الأخيرة و أذكر مرة تكلمنا هنا أن الكويت يمكن أكثر فريق يغير مدربين و أكثر فريق يغير لاعبين أيضا يعني بشكل مستمر و مع ذلك الكويت هو المتصدر و هو العلامة الأبرز بالمواسم الأخيرة و يحقق بطولات صحيح الاستغرار مهم لكن مثل ما قال الكابتن أنا أشوف غلط أعالجه بسرعة العربي طبعا يعني مثال أن العربي العربي الآن واضح علته مثل ما قال يبيل لغلب هجوم لكن التأخير هذا ممكن يأثر على الفريق أنت عندك مهاجمين اثنين هم يعني ما سجلوا هدف و ما لهم أي بصمة يعني سواء يلعب أو ما يلعب ما لهم بصمة واضحة يعني سواء ماردكيان سواء الدالي فالفريق بحاجة ماسة لمهاجم العربي الكويت هو أنا أشوفه هو المرشح الأبرز يعني هو وأيضا حتى لو تعثر بالتعادل أو بالخسارة الكويت راح يظهر قريب من المنافسة وممكن يعود هو متصدر كيدا حتى حتى لو يخسر ممكن أن يخسر الصدارة بس يقدر يعود بأي لحظة أيضا وقع مع مهاجم اللي هو التونسي طاها ياسي نعم قد يكون تواجد في المباراة ممكن يكون تواجد الكويت سواء بجميع المراكز لو يغيب عنه لاعب مع وجود المحترفين في عنده حلول ثانية عنده حلول كثيرة بكل المراكز العربي لا العربي مو نفسه العربي خصوصا في الهجوم في عنده مشكلة واضعة جدا نعم كابتن محمد ذروة العربي الموسم الماضي بعد ثمان جولات نفس اليوم كان يملك عشرين نقطة ومتصدر اليوم بعد ثمان جولات هذا الموسم أربعة عشر نقطة نعم نعم نشوف ويعني نتكلم أمام خيار وحيد أبو عبد الله الفوز ولا بديل عن الفوز حتى يكون قريب من الموسم في حالة الخسارة فعلا كلامك وسيكون أنا أتوقع سيكون بعيد عن المنافس وانا أيد كلامك وكلامك فعلا دقيق لأن أنت الآن محتاج إلى إلى ثلاث نقاط خصوصا تخرج من القسم الأول أنت قريب جدا من المنافسين بالضبط نادي العربي مثل ما قلنا في العام الماضي كان عنده قلب في الدفاع يقود الخط بالكامل أنت الآن ما عندك لعب محترف يقود الفريق اللاعب التونسي وصيب وما كان أيضا حتى في المستوى المطلوب الآن يجب أن يكون عندك في الدفاع تعاقد معه مدافع يقود هذا الخط يكون عنده خبرة وقيادة حتى في بناء الهجمة أيضا لعب وسط صانع لعب هل عندك أنت صانع لعب في نادي العربي الآن حسين أشكناني للأسف لاعب مميّ ما بعد تستبيد عنه العربي واضح اعتماد كميّا على السنوسي طيب الآن أنت تعتمد على مثل ما قلت السنوسي الآن نادي الكويت سيلاعب مع نادي العربي الحل البسيط أنت راقب أجيب علي حسين أو أي لاعبي راقب هذا اللاعب انتهت فعالية نادي العربي قدام كاظمة المدرب لعب رضو هاني ظهير أيمن بالضبط بالضبط والسنوسي وهو لاعب نص بالضبط لذلك لا بد أن يكون عندك أكثر من طريقة للوصول إلى المرأة سواء في الجهة السنوسي أو حتى في عمق الملعب لذلك يتطلب وجود سيف الحشان في عمق الملعب حتى يكون عنده حلول في العمق و أيضا في الجهة اليمنى و أيضا عندك لاعب نص اللي يقدر يلعب ثروباس حق المهاجمين داخل الملعب بالإضافة إلى الهداف اللي هو يعني فعلا الحاجة ليس إلى لاعب هذا الدباق طبعا هو هو الدباق عندما قلت لي الفرق 20 نقطة كان يحسمها الدباق في أكثر من مباراة في الموسم الماضي نعم يعني هل المباريات أكيد يعني بحاجة خصوصا من المدربين لتجهيز اللاعبين أكثر تكتيكيا أم نفسيا لا أنا أشوف بالنسبة للعربي هذه المباراة مهمة نفسيا أيضا لأن العربي يمكن البطولة اللي فاز فيها حتى تكلمنا أعتقد بأحد البرامج أنه كان العربي بدون جمهور كان ما عليه ضغط نفسي يفوز كل جولة يتقدم ويتقدم ويتقدم حتى في المباريات مهمة مباراة غادسية تقدم ثلاثة واحد وتعادل لأنه نفسيا كان يعني أحيانا الضغط يأثر بس العربي يعني ما تأثر الموسم الماضي نفسيا الآن هذه المباراة تبين سنت بي يعني فريق العربي خلاص هو فريق بطل أساسا تعد عن البطولات لكن الموسم الماضي حقق طبعا الدولي واللي قبلها حقق كأس سمو الأمير صحيح حلاص هوية البطل موجودة مفتوضة هل العربي الآن الموسم هذا هل استفاد من هذه يعني نقول الزخم أو البطولة اللي حققها العربي يمكن السنة هذه مستوى كان جيد مستوى في معظم المباريات يعني مع الغادسية كان يمكن هو الطرف الأفضل في الشوط الأول مع أكاظمة كان مسيطر بس ما فاز أوكي العلة يمكن بالغلب الهجوم لكن أيضا نفسيا أنت العربي هذا قولها على اليرموك نقول هذا العربي عربي الثمانينات اللي هو كان يفوز آخر نديق يفوز بلعبة برأس بلعبة أحمد خلاف عن برسعيد هذا العربي صح بس بكرة قدام الكويت نفسيا أنا أقول نفسيا للعربي أكثر تأثير النفسي للعربي أكثر من الكويت نعم ننتقل إلى مبارات كالدمة والسالمية يعني خسارة كالدمة من القاتسية الجولة الماضية بثلاثة أهداف يعني مقابل لا شيء أكيد راح يواجه السالمية والسالمية يحاول أيضا يقترب للصدارة نعم وكل الفريقين يعني كالدمة خسر الصدارة لمصلحة الكويت نعم لكن الفريقين هم متعادلين بالنقاط بسبع تعش نقطة بفرق الأهداف للسالمية نعم نعم شوف يعني بالنسبة لنادي كالدمة هو خسر فعلا أمام نادي القاتسية وقد تكون هذه الخسارة الوحيدة يعني اللي خسرها وأثرت عليه بشكل كبير وكان هناك نقص في اللاعبين مؤثرين حقيقة واللي هو العمود الفقري حارس المرمى المميز حسين كنكوني أيضا في قلب الدفاع وأيضا في وسط الملعب حمد حربي خلني أضيف لك العمود الفقري خلني أضيف لك أبو عبد الله كأرقام كالدمة في ست مباريات سجل عليه هدفين نعم في مباراة التضامن سجل عليه هدفين وفي مباراة القاتسية اللي بعدها سجل عليه ثلاث أهداف يعني نعم في ست مباريات سجل عليه هدفين وفي مبارتين سجل عليه خمس أهداف العمود الفقري طبعا نادي السالمية سألت سؤال جدا مهم البخالف اللي هو عن العامل النفسي الحقيقة السالمية يملك مدرب صراحة محنك الحقيقة ما هي مجاملة لبنواف اللي أنا زمينة لا محمد إبراهيم فعلا عنده العامل النفسي وأيضا العامل التكتيكي يعني أنا أشوف محمد إبراهيم من أفضل مدربين ومعروف عنه في التنظيم الدفاعي وأيضا يقدر يعتمد حتى في الطرق الهجومية فأعتقد أنه عمل توازن في الفريق من دخل محمد إبراهيم غير مجرى النادي وشفنا طبعا ما خسر ولا خسارة فاز ويمكن تعادل أو تعادلين لكن نتائج الفريق نادي السالمية كانت جيدة أيضا هوية الفريق شفنا شخصية داخل ملعب الحقيقة فأعتقد أن الامبارات رح تكون صعبة نادي كاظما أيضا قد يكون عودة اللاعبين رح يكون لها الأثر الإيجابي للفريق نادي كاظما محتاج أنه أيضا يعود من خلال هذا اللقاء فأعتقد أن الامبارات رح تكون فعلا قوية ورح تكون ممتعة على عكس السنوات الماضية لو تشوفون السنوات الماضية السالمية وكاظما ما يكون عندك يعني شوق أنك أنت تشوف هذه المبارات لكن الآن أنا واحد من الناس أنتظر حتى اللقاء الفريحة الميلي اللي أرموك الحقيقة لأنه هناك منافسة تحت وأيضا فيه منافسة في المقدمة السالمية يعني بعد أول مبارات بالدورة أمام النصر خسر ثلاثين تمت قالت المدرب التونسي حاتن الودب سناد المهمة لمحمد إبراهيم لعب سبع مباريات محمد إبراهيم تعادل فيه مباراتين فاز فيه خمس مباريات فازع القاتسية وفازع الكويت منافسين مباشرين واصفح الآن قريب من المنافسة على السدارة هل تفع سقف طموح السالمية بعدها النتائج مع المدرب الوطن محمد إبراهيم أكيد السالمية لو نلاحظ بالفترات السنوات الأخيرة قال الموسم العربي كان هو المنافس يعني القريب من الكويت والقاتسية دائما أحيانا فيه فترات تصدر فيها بس ما كان يستمر وجود محمد إبراهيم ممكن ممكن يكون هذا دافع كبير إضافة إلى أن السالمية مثل ما قلت كان قدام الفرق الكبيرة يتعلق ويفوز فازع الكويت فازع القاتسية تعادل مع العربي يمكن يعاني أمام الفرق الضعيفة وهذا طبيعي فيه فرق أيضا فيه فرق أوروبية كبيرة يمكن وأنه قدام الفرق الكبيرة تلعب قدام الفرق صيرها تعاني لأنه يكون هنا وين الحلول الهجومية يعني تكون على طبعا أن المدرب يلاقي الحلول الهجومية ومع ذلك كان يفوز يعني بالنسبة بالنسبة في الشغلة على كاظمة مثل ما قال الكابتن صحيح أنهم كانوا يعني غايبين ثلاث مدافع لهم شي الميلاد وحمد حربي والحارز بس أنت بالدوري لازم تكون عندك حلول لازم يغيب لاعب يغيب اثنين خصوصا كاظمة عديد من اللاعبين المحليين أكثر لاعبين يستقطب محليين محليين ومميزين صحيح فأنت تبت نافس على الدوري ممكن مبارا واحدة يغيب عنك خمسة لاعبين نحن في الظروف هذه ظروف المراض وكرة ممكن يغيب عنك صحيح وصارت بالبطولات سواء الخليجية أو الأوروبية يجب عنك فأنت إذا تبت نافس لازم يكون عندك الدكة وعندك أيضا نفسيا حتى لو يغيب منك لاعب أو الثنين لا تتأثر هذه خسارة ممكن تكون نقطة تحول خسارة من القاتسية ممكن تكون نقطة تحول خصوصا إذا تأثر قدام السالمية تحثر قدام السالمية الفوز يرجع الخسارة أو التأثر ممكن تبعدها ممكن تكون أيضا تبعدها زيادة مباراة القاتسية ونصر كابتن محمد ذروه قاتسية الرابع 16 نقطة النصر السادس 9 نقاط قاتسية في مواجهة النصر هل ممكن أن يكون القاتسية أفضل مستفيدين في هذه الجولة على اعتبار بعد الدولة أحتلهم فريق النصر فريق ماهو سهل لكن الفرق الأخرى المنافسة يعني كل فريق يلعب مع الفريق المنافس عكس القاتسية هل ممكن القاتسية يستفيد من هذه الجولة إذا أخذ ثلاث نقاط بالضبط يعني وهذه هي أفضل فرصة لنادي القاتسية خصوصا أن المنافسين يلتغون مع بعض وبالتالي أي نتيجة كانت رح تقرب نادي القاتسية إلى المركز الأول أو حتى الثاني فأعتقد أن نادي القاتسية رح يلعب أمام نادي النصر الجريح اللي فعلا متأثر شفنا خسر بنتيجة كبيرة أمام نادي التضامن وخسر أكثر من لاعب فأنا أعتقد أن هذه فرصة لنادي القاتسية يستغل ظروف نادي النصر بالدرجة الأولى وأيضا عنده هدف آخر وهو تعثر أكثر من أكثر وليس فريق أكثر من نادي من الأدية الأربعة الموجودة فأعتقد أن هذه فرصة لنادي القاتسية أن يتحسن وممكن في حالة خسارات نادي الكويت رح يصعد إلى المركز الأول أو حتى الثاني بفارغ الهداف فأعتقد أن هذه فرصة لنادي القاتسية عليه إما تم أراد المنافسة بشكل حقيقي عليه أن يفوز في هذا اللقاء وتركيزه دائما في هذا اللقاء والحس بعد رح تكون من خلال المباريات الأخرى نعم زمينا راشد خلف يعني النصر سلمان عواد بتعد ومساعدة في راس الخطيب واسندة المهمة للمدرب الوطني محمد المشعان يلعب أول مباراة له ضد القاتسية هل تشوف أن اختبار حقيقي للمشعان صحب جدا طبعا نحن نحيي المدرب الكابتن محمد مشعان على هذا جرؤته أن يأخذ الفريق بالوضع هذا فريق خسان أربعة فريق كان فيه مشاكل ليس مستوى النصر في آخر مبارتين قدام الكويت كان لعب ما كان المستوى المطلوب كان بعشر لعبين لكويت ورغم أنه كان فيه بعض الاحتجاجات على ركض الجزاء على الطارد بس المستوى العام أنت تلعب قدام عشر لعبين كان أفضل لكويت بشكل كبير وقدام التضامن تخسر أربعة واحد يعني مهمتها أيضا مثل ما قلنا نفسية غير فنية نفسيا أنك أنت تعيد الفريق وقدام الغادسية وغادسية قادمة من انتصار ثلاثة صفر صعبة جدا جدا صعبة أتوقع أتوقع أن مو ملام لو يخسر النصر مو ملام أطلاقا مو ملام أتوقع أن يعني الأفضلية للغادسية خصوصا أنها راح تكون المبارة الأولى بالجولة فالغادسية يفوز يرتاح خلاص يتصير مع الكويت بالصدارة مثل ما قال الكابتن ينتظر أي نتيجة طبعا أن تعثل الكويت أهم صحيح أن العربي يعني الغريم التغليدي لكن أكيد الغادساوية راح يشجعون العربي قدام الكويت لأن تعثل الكويت هو الأهم ومبارة الثانية أي نتيجة ستكون لصالح نعم كابتن محمد دلوان هل التغيير ممكن يكون نفسي على فريق نعد النصر هو دائما أي تغيير المدربين يكون عامل نفسي لللاعبين وأيضا حتى يكون حافز أكبر لدى اللاعبين في تقديم الأفضل دائما وإثبات وجودهم أمام هذا المدرب الجديد وأيضا لا نسى محمد المشعان أيضا من المحللين المميزين الحقيقة مع أخوانا في الأستودي التحليلي يملك فكر جيد وأعتقد أن متما طبق هذا الفكر داخل الملعب خصوصا أن هناك لاعبين مميزين في نادي النصر الحقيقة في جميع الخطوط فأعتقد أيضا محترفين على مستوى عالي فأعتقد أن هذه فرصة جيدة للمدرب محمد أيضا نادي النصر في المنطقة الدائفة دافئة تقريبا هو في تسع نقاط يعني تسع نقاط لكن تحت تضمع سر نقاط بالضبط بالنسبة له نتكلم كعناصر يعني كعناصر نادي النصر لاعبين أفضل من بعض الأندي الشباب أو اليارموك أو هذا فأعتقد أن هي فرصة جيدة لهذا المدرب أن يحقق نتائج زينة مع نادي النصر نعم صراع القاع يعني تكلم عن مباراتين في حيث يرموك تضامن الشباب خلنتكلم عن التضامن والشباب التضامن السابع سبع نقاط فايز على فريق النصر أربعة واحد نفسيا أكيد مرتاح بعد هذا الفوز خصوصا ديربي الفروانية مبارات دائما بينهم قوية أيضا اتكلم على فريق الشباب صاحب المركز التاسع بأربع نقاط وأضعف خط هجوم في الدولة بثلاث أهداف صراحة السنة هذه فريق الشباب يعني ما توقعنا يظهر بهذا المستوى في السنوات الأخيرة المواسم الأخيرة صحيح أحيانا كان ينافس على الهبوط لكن كان الشباب يعني يمكن اللي يرموك أحسى أفضل منه صحيح اللي يرموك متأخر بس كمستوى اللي يرموك ما قدمي مستوى هذا اللي أعتقد أنه كان دفع إدارة الفريقة أنها ممكن تستغني عن المحترفين جميعا يمكن أو يخلوهم محترف واحد وطبعا وبوقت صعب أعتقد تعاقده مع بدر طارق سبيل الإعارة وحسين حسين الحربي من الكويت إعارة أيضا يعني هذه المبارة هو جلب بعض اللاعبين المحليين وغير بشكل نعم حتى لو يخسر بالمبارة هذه أو يتعثر أنت أمامك فرصة هذه التوقف والانتقالات الشتوية لكن براية المنافسين المباشرين طبعا علمنا أن التضامن أيضا هو أضعف خط دفاع في الدورة 19 هدى صحيح صراحا في نقطة تكلمنا عليها يمكن برى الهوانة والكابتن هي أن التضامن صحيح بس يلعب فريغ يقدم كرة نعم يهجب يعني أنت بالمنطقة الأخيرة تنافس على الهبوط خلاص ألحب ألحب أقدم كرة غدم يعني أحيانا في بعض الفرق يدافع يدافع يطلق خسران 1-0 سي شو الفرق أنا ألحب أقصر مثلا لو أقصر ثلاثة 1-4-1 بس ألعب كرة غدم التضامن كان يقدم كرة عكس بعض الفرق اللي تلعب دفاعي يعني بشكل مبالغ فيه فأنت بالأخير تخسر وما تقدم كرة غدم لكن لو أني ألعب وأهاتم على الأقل يعني قدمت كرة غدم حتى لو خسر بس أنا يعني الأفضلية للتضامن أكيد أبو عبد الله يعني إذا بنتكلم عن أيضا المباراة التضامن والشباب يعني تضامن قدم مباراة جدا قوية أمام فريق النصر 4-1 أكيد نفسيا أفضل المركز السابع سبع نقاط الأداء أفضل أمام الشباب اللي قلت الآن أن يعني يعاني وأيضا حتى الآن ما في أي محترفين سوى بس طبعا بعد ما طبعا أنهى أنهى عقود أربع محترفين فقط وسينونداي فعلا لأنه فعلا نحن شفنا المحترفين الموجودين ما عملوا الفارغ مع نادي الشباب الحقيقي وكانوا أسوأ المحترفين على مستوى الكويت حتى محترفين درجة أولى أفضل نعم نحن ما كان لهم أي دور فعال في تحقيق نتائج لنادي الشباب لذلك شفنا نادي الشباب في المؤخرة أنا شوف نادي اليرموك قدم أفضل مستويات من نادي الشباب وما هو هذا مركز نادي اليرموك نرجع لموضوعنا للتضامن التضامن الحقيقة فريق فعلا عنده نزع الهجومية الحقيقة بس ما يعيبه هو فعلا في التنظيم الدفاعي ودائما حتى المساندة الدفاعية دائما تكون قليلة نزعة اللاعبين دائما نزعة هجومية وشفنا يسجل أهداف حتى خسارتها مع العربي أربعة واحد سنوحة لا أكثر من خمس إلى ست فرص أمام نادي العربي نادي الكبير فأعتقد أن نادي التضامن هذا الموسم هو أفضل وأعتقد أنه قادر متما استقطب اللاعب في يقود الدفاع أنا أعتقد أنه تنظيم الدفاعي راح يتحسن أداه إلى الأفضل في القسط الآن الفحيحيل وصاحب المركز الثامن ست نقاط أمام ليرموك العاشر والمركز الأخير بثلاثة نقاط تغيير طبعا المدرب بعد استقالة المدرب الوطني الكابتن ظاهر العدواني إلى الكرواتي داليبور بصراحة أنا مستقرب بهذا التغيير صحيح الكابتن ظاهر بالبداية بالعكس كان مستوى الفحيل ليس المستوى المطلوب بالمباراة الأخيرة تحسن الفريق بغض النظر عن النتائج أنت تشوف الفريق المستوى كان تطور بشكل كبير وأصبح الفحيل بالعكس حتى أمام الفرق الكبيرة تحسب حسابه صحيح عنده شوية تحفظ دفاعي بس عنده المهاجمين سيدرك و جاي دمبلي مميزين جدا ما أدري هذا التغيير أكيد يأثر مثل ما قلتنا هو ممكن يكون نفسي دافع نفسي بس ممكن يأثر على مستوى الفريق الفحيل واليرموك عبد الله والله يشوف راح تواجه الفحيل أنا أتوقع نادي اليرموك أقدم مبارات كبيرة مع نادي العربي مبارات الأخيرة كاد أن يفوز في اللقاء الحقيقي وكان متعادلين واحد واحد في الدقيقة 45 حصلت فرصة أو بدل ضائع حصلت فرصة انفراد نادي اليرموك لو سجلها تغييرت النتيجة وبتسالي راح فكان نادي اليرموك يقدم كرة جميلة الحقيقة في نزعة هجومية في جرأة من المدرب سيد أحمد حيدر الحقيقة اللي فعلا عمل بصمة في نادي اليرموك رغم الخسارة والله يقدم استويات جيدة الحقيقة فأنا أعتقد أن نادي فيحيل سيصدم فريق عنده هدف أكبر وهو أنه يفوز عليه وبالتالي يتقدم وممكن يتقدم عليه وأيضا على نادي الشباب فطموح نادي اليرموك أكثر في الحصول على مركز متقدم أكثر من خلال أنه يحصل على المركز الثامن يبتعد عن التاسع والعاشر فأعتقد أن المبارات ستكون صعبة نادي فيحيل ظاهر أنا شخصيا تفاجأت باستقالته قدم كرة جيدة صراحة مع نادي الفيحيل خصوصا في اللقاءات الأخيرة وشفنا أداء مع نادي القاسية كان مميز لكن ما نحن عارفين شو الأسباب لكن أنا أشوف المبارات ستكون فعلا صعبة ودافع قوي لكل الفريقين تمنياتنا أكيد لكل الفرق من خلال هذه الجولة التاسعة في دورة استيسيل لدرجة الممتازة كل التوفيق تمنى إن شاء الله نشاهد مباريات ممتعة وقوية ما بين الفرق أشكر ضيوفي مدربنا الوطن الكابتن حمد دروا شكرا لك بابد الله أنت مشكور يا رب وأيضا ناقد الرياضي وزميلنا صحفي راشد خلاف شكرا لك بخلاف شكرا لك والسادة المشاهدين مستمرين معكم مشاهدين الكرام في برنامجنا A to Z فقرة تايم لان وزميلي طلال الصراف بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إلى فقرة تايم لاين لاستعراض أهم ما جاء في وسائل التواصل الاجتماعي حول الرياضة العالمية ويسعدنا في فقرة اليوم نستطيف معنا لعب المنتخب الوطني سابقا خالد الشمرية هلا مرحبا فيك أخي خالد هلا فيك أخي شكرا لك شكرا لك استعقلك العالم يحظيك اليوم طبعا عندنا بعض الأمور اللي بدنا نتكلم فيها وخصوصا للأخبطة الصايرة خنقول فيه وضع كورونا والحالات وبعض الأمور اللي تعطلت خنقول في الدوريات العالمية منها الدوريات يتأثر بشكل كبير بالتأكيد نبتدي مشاهدين تغريداتنا لهذا اليوم مع تصريح رانجيك مدرب مانشستر يونايتد يقول أن الفريق لا يزال يبحث عن التوازن واستند على أرقام الفريق منذ توليه المسؤولية اليوم سؤالي لك هل تعتقد أن المدرب رانجيك غير الكثير منذ توليه المسؤولية وهل من المنتظر أن يحدث نقلة كبيرة بمستوى نتائج فريق يونايتد خصوصاً في هذا الموسم شرائك أنت والله رانجيك أخي طلال على حسب الخبر اللي هو عنده يعني يمتلكها وهو أحدث شوية تغيرات يعني من فنياً يعني على استحواذ الفريق يعني على الغتالية لآخر دقيقة سواء مع الكرة أو غير أو فقدان الكرة صح أحدث جلب لمانشستر يونايتد النظام داخل وخارج الملعب وحتى يعني في نفس المانشستر قرأت أنه يعني يشترط الالتزام والنظام سلوكياً حتى يضمن اللعب أنه يلعب في تشكيل صحيح لكن بعد ذلك ما شفنا في تغيير يعني الكبير في النتائج لا زال يونايتد يعاني أنا أعتقد أخي يبيل وقت تعارف يعني لازم يظفر شخصية الفريق ولازم يعيد بناء من جديد بس يعني بهذه الحالة يونايتد ما أعتقد أنه رح يظفر بأي شيء بنهاية الموسم لا وصول لشامبينز الظروف لا تسمح لكن ممكن أن يغاثل لآخر الدوري بس أنه ممكن مقعد أوروبي نعم خروا حق تغريدة حول المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني مانشيني مرشح لتدريب مانشستر يونايتد اليوم المدرب الإيطالي الذي سبق مدرب مانشستر سيتي قد يتعاقد مع مانشستر يونايتد في حال لم يتأهل الأزوري للمونديال ما رأيك المدرب وما رأيك بالصفقة لو تمت والله أشوف ممكن إذا مات أهل المنتخب الإيطالي ممكن أن يستغطيب الفريق مانشستر في حال فشل المدرب الحالي الألمان يعني فيه إمكانية للتجديد فيه إمكانية ليش؟ لأنه عنده خبرة في الدور الإنجليزي صحيح وأعتقد أنه حق بطولات مع الفريق مانشستر سيتي فعنده خبرة خبرة ميدانية وخبرة في الدور الإنجليزي نفسي ما أخلى واحد يونايتد ولا زال على وضع ما فيه مدرب لكن للأسف لا زال وضع يعني لا أعتقد أنه مانشستر يونايتد يبحث عن شخصية أول صحيح نعم نبقى مع مانشستر يونايتد وتغريدة أخرى بوكتينو يتفق يعني يتفق على باريس مع باريس على الرحيل نهاية الموسم ومانشستر يونايتد الأقرب للتعاقد معه يعني يونايتد خنقول يلعب على أكثر من طريج خنقول نعم بوكتينو مدرب بعدهم خبير في الكرة الإنجليزية صح بس أنا أعتقد أنه يعني جلبة إلى مانشستر يونايتد يعتمد على شغلة واحدة بس هي نتاجه مع باريس سن جرمان أعتقد أنه ضامن 70 إلى 80% الدوري الفرنسي لكن أهم يعني الهدف الأول عندهم اللي هو البطولة الأوروبية فمتى ما حقق البطولة الأوروبية ما أعتقد أنه أنه ينهي تعاقد مع الباريس بس اليوم أعتقد أن الفكرة وصلت نوعا ما أن مانشيني الخيار الأول وفي حال عدم التعاقد مع مانشيني سيتم اللجوء لبوكتينو طلع كلام أنهم كانوا يتعاقدون مع بوكتينو في الفترة السابعة صحيح كبر صحيح في حال عدم وصول منتخب الإيطالي أو تأهل وممكن بوكتينو في حال عدم فوز باريس سنجرمان في البطولة الأوروبية ممكن لأنه الهدف الأوحد لهم أعتقد أن البطولة الأوروبية بالتأكيد اكتفاء تم من الدور خلال فترة هو الهدف هدف من زمان وغديم صحيح ولا تغريدة حول صفقات ريال مدريد المنتظرة ريال مدريد تفاوض مع فرانكي سي للتعاقد معه بنهاية هذا الموسم سينتهي عقده في يونيو والريال يريد التعاقد معه دون مقابل رايق في الصفقة في حال إذا تمت ريال مدريد وضعه تمام لكن يحتاج التطعيم بعض المراكز خلال فرانكي سي يعني لعب قوي بدنيا مميز دفاعيا وهجوميا أيضا وممكن يلعب غلب دفاع ممكن يلعب نص متقدم وممكن يلعب نص متأخر يعني عدة وظائف عنده إضافة إلى عندك ريال مدريد يعني عندك مدرش خلاص يعني أعتقد أنه في آخر مراهلة كف هو بعد أيضا يعني كروز يعني في نفس الوضع تقريب تقريبا نفس الوضع فيحتاج للتجديد خاصة اللعب يعني تقريبا عمره 25 سنة يعني يعطيك 8 سنوات جدا صحي يحتاج 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 ريال مدريد للتجديد يعني في خط الوسط خاصة لعب مميز نعم لعب مميز هو لعب مميز صراح حلو خروحك تغريدة حول التصريح بيولي مدرب ميلان بيولي يشيد بنجم الفريق ليو ويقول أنه سيكون نجما عالميا في حال أخي طلال ليو يعني لاعب مهاري ويملك سرع إضافة إلى يعني يمتلك أنه يقدر يعني يصنع الهداف ويضا يسجل لكن هذا الشيء يعتمد على مجهوده في الفترة الغادمة يعني وثبات المستوى وتطور مستوى مع الفريق الحال اللي يلاح يعني فأعتقد أنه ممكن على حسب مجهود اللعب نفسه لكن عند العوامل عند العوامل وعند المكانيات نعم خروحك تغريدة من حساب نادي روما روما يتعاقد مع ميتلند نيلز لاعب أرسنل رايك اليوم بالصفقة وأيضا البادرة التي يقوم بها النادي بنشر صور بعض المقودين مع الإعلان عن صفقاته الجديدة والله شوفوا ميتلند يعني ما أخذ فرصتها صراحة مو ما أخذ فرصتها بس أعتقد أنه ما لقى لمكان في أرسنل خاصة اللاعب لا تنسى كان طلع عارة أول حق أعتقد نيو كاسل عرفت وعاد ونفس الطريقة هو ملاقي لمكان في تشكيلة فريق أرسنل فأعتقد من صالح أنه يخرج وبالإضافة إلى روما هو محتاج لاعبين يعني أنه يجدد دماء اللاعبين خاصة في تبقب النتائج الحالي خروحك تغريدة من حساب برشلونة نهاية مباراة برشلونة وغرناطة بالتعادل الإيجابي في الوقت القاتل والمباراة المقبلة ستكون الكلاسيكو أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني اليوم صالي لك البرشة أصبح عاجزا عن الفوز حتى أمام الأندية الصغيرة شن راح يسوي جدام مدريد في السوبر خصوصا أنه معارف حتى يتخطى أي فريق نقول اليوم في أحسن الأحوال قاعد يتهادل والله يتوقف على مشكلة أعتقد برشلونة خلال الموسم هذه يعني مو شيء جديد على برشونة ما يقدر يعني يتخطع ملقة أو خيتافي أو غرناطة أي أن كان يعني اللي مو فيه بمستوى يعني برشونة أعتقد أن كفة ريال مدريد أرجح وهو ثابت في المستوى يملك نجومه و خطتها ماشية وفي الدولة ماشية من أحسن ما يمكن أعتقد أنه برشونة مستوى متذبدل عندها مشاكل وممكن يحقق مفاجأة في هذه المباراة ممكن لأنها ديربي ممكن أنا توني جاي بيقول لك بالكلام أنه ممكن لأن هذه المباراة ديربي كلاسيكو عالمي يعني حساباتها مختلفة ممكن يعني مجود اللاعبين بالعزيمة بالرغبة صح ممكن يعني ممكن يحقق شيء ممكن يحصل لشيء هذا لكن الأرجح اللي هو ريال مدريد صح ولا الطرف الآخر وتغريدة من حساب ريال مدريد بنزيمة يهن الجماهير بعد الفوز العريض على فالنسيا برباعية يعني هناك يعني خسر وهني ما شاء الله مدريد لا زال مستمر في الفوز أنا أعتقد ريال مدريد يعني ما شاء في خطة ثابتة يعني ريال مدريد ما شاء في خطة ثابتة يعني للظفر يعني الظفر في الدوري نتائجة جداً مميزة رح يعسمها مبكراً خنقول اليوم ريال مدريد رح يعسم الدوري قبل جولات كبيرة والله ممكن لأن ريال مدريد ما قاعد يتعثر يعني في خلال ثلاث أربع مباريات صح إلى خمس ممكن يتعثر مباراة في تعادل أو خسار يعني ويستمر مرة ثانية هو الوحيد هو الفريق الوحيد اللي مستوى ثابت وقاعد يمشى على خطة ثابتة نحو الظفر باللغب صحيح نعم اليوم يعني الواضح أن مدرب إنشلولتي يصير بخطة ثابتة لحسم اللغب يعني مبين أنه ما شاء الله يعني أمورهم طيبة خنقول مدريد للأزال والكبير كبير وما شاء الله يعني النتائج من أفضل ما يكون على العكس تماما ما يحصل اليوم مع برشلونة أخوي طلال هو الفرق الكبيرة يعني مثل ما أقول كلوب عندك أتعب يعني صح عندك برشلونة عندك مانشستر يونايتد عندك فرق عندك اليوب يعني كلهم في مستوى ذبدب ومثابت يعني بالنسبة للدولة الوحيد اللي مستوى ثابت ويمشي فيه خطة ثابتة اللي هو ريال مدريد عنده الإمكانيات عنده النجوم عنده الاستغرار الفني وعند الخبرة بالتأكيد وعند الخبرة موجودة تعامل اي نعم يعني بصفة عامة الطريق مفتوح لا أعتقد أكيد يوم أكثر من أي وقت مضى هو تقريبا ستين إلى سبعين ما أعتقد أنه فيه له منافس على لغة الدوري هالموسمة نحن خلوح حق تغريدة التغريدة الأخيرة اليوم يعني مدريد سبعين بالمئة تقولي أخذ الدوري برشلونة ما لا نسبة ولا ثلاثين ولا عشرين بالمئة بالدوري لا صعب ريال برشلونة أن يأخذ الدوري صعبة صعبة صراحة لا أعتليتكم كذلك ولا حتى الثلاثين ما طلعوا بالمستوى المطلوب صراحة غير ما يعني بدايتها كانت قوية لكن ما استمر اي نعم لأن تبعت المستوى مهم منك تأخذ دوري منا لك إلى توفيق أخونا كابتن خالد شمري على تواجدك المشكورة على تواجدك معنا بالتأكيد اليوم إن شاء الله نشوفك في حلقات المقبل شكرا لك خيطاء ألف شكرا مشاهدين الكرام إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نراكم إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل إلى ذلك الحين في أمان الله شكرا للمشاهدة